اهلا بكم مشاهدين الكرام من كل مكان متابعي قناة الاخبارية ومتابعي برنامج ساعة في الاقتصاد موضوعا الاول عن اسعار النفط خلال العام الماضي والعام القادم بمشيئة الله وسط خسائر سنوية هي الاولى من نوعها في اسواق النفط منذ عام 2015 قادتها تراجعات اسعار الخامين الرئيسيين خلال الربع الاخير من 2018 لا تزال التوقعات متفائلة بتحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الاول من 2019 خصوصا بعد اتفاق تخفيض الانتاج بين اوبك وحلفائها من المنتجين خارجها بدءا من يناير الجهري المزيد في سياق التقليد التالي ثم نعود لضيفي الاكرام تتعدد سيناريوهات المتعلقة بالذهب الاسود واسعاره خلال بداية هذا العام 2019 فوسط خسائر سنوية هي الاولى من نوعها في اسواق النفط منذ عام 2015 قادتها تراجعات اسعار الخامين الرئيسين خلال الربع الاخير من 2018 لا تزال التوقعات متفائلة بتحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الاول من 2019 خصوصا بعد اتفاق تخفيض الانتاج بين اوبك وحلفائها والمنتجين خارجها بدءا من يناير الجهري بواقع 0.8 مليون برميل يوميا عن مستويات اكتوبر بينما سيسهم المنتجون المستقلون بتخفيضات اضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميا كان عام 2018 انا برأيي كان عام مضطرب كثيرا خاصا على المنطقة الخليج العربي ومنطقة العالم ككل لانه بالفعل كان هناك تغيرات كبيرة في الاقتصاد في كل دول العالم حتى ان صندوق النغط الدولي كان متفائلا في بداية عام 2018 لكن بدأنا نشعر بالتقارير الصادرة من صندوق النغط الدولي ان هناك نوع من الطباط الاقتصادي في المنطقة اسعار النفط اختتمت عام 2018 على خسائر سنوية للمرة الاولى منذ عام 2015 بعد ربع شهد نزوح المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام واشارات متبينة تتعلق بتجديد العقوبات الامريكية على ايران وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الامريكي العام المنقض بنحو 25% بينما انخفض خام برينت باكثر من 19.5% وقاد هذا العاملان الخامين الى الهبوط من اعلى مستوى في اربع سنوات والذي تجاوز 76 دولار لبرميل الخام الامريكية و86 دولار للبرينت ولم يكن قرار منظمة اوبك وحلفائها خفض الانتاج كافيا لاعادة المعنويات المشجعة على صعود سعر الخام تخفف من الانتاج لانه كان هناك وفرة كبيرة في انتاج النفط مما اثر عملية العرض والطلب اثرت على الاسعار حتى وصلت الى ما وصلت اليه بدأنا الان نشعر بنفس ساعة ما حصل في عام 2015 بالفعل كان 2015 هي تذبذب لكن 2018 برأيي كان في نهاية السنة هو اكبر خسائر وصلت في اسعار النفط او انخفاض في اسعار النفط بحوالي في هذه المنطقة ورغم هذه التراجعات تبقى الامال معقودة على تحقيق السوق النفطية اسعار عادلة تصل الى متوسط سعر خام برينت 71 دولار البرميل في بداية عام 2019 اذ لم تقوض الجهود التي تقودها اوبك لدعم السوق بفضل تعاون وتحالف المنتجين سعر يرشحه بعض المحللين ان يرتفع بسرعة في ظل توقعات بنمو الطلب بنحو 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2019 ولكن رغم ذلك يبقى اتجاه نمو الطلب في خطر بسبب اجتداد الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتنامي التوترات السياسية ما يؤدي الى تراجع نمو الاقتصاد العالمي وتباطئه اهلا بكم مشاهد الكرام مرة اخرى والحديث عن اسعار نفط خلال السنة الماضية والسنة القادمة لدينا في السوديو المهندس عماد الرئرمال كاتب اقتصادي ومختص في الطاقة والنفط اهلا ومرحبا بك اهلا شكرا ايضا لدينا عبر الاقمار الصناعية من دبي الاستاذ علي العدو مدير ادارة الاصول في ضمان الاستثمار اهلا ومرحبا بك اهلا فيك ولدينا ايضا من عبر الاقمار الصناعية من لندن ناصر قلاون خبير في شؤون الطاقة اهلا ومرحبا بك اهلا بكم بداية بالمهندس عماد هناك تقلبات في الأسعار خلال الأشهر الماضية ما هي الجهود لدعم هذه الأسعار وهل هناك بخاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نحن الآن في عام 2019 بعدما أنهينا عامين من نجاح اتفاقية أوبك ابتداء من 2017 و2018 ورأينا كيف تم انتشار الأسعار المنخفضة التي كانت قبل 2017 وهذا يعتبر نجاح يسجل لأوبك وحلفائها ولا ننسى جهود ولي رهد يحفظ الله ورحلاته المشهودة لروسيا وإدخال روسيا لأول مرة في اتفاقية أوبك نعم نحن الآن نبدأ في 2019 تحت أسعار نفط 55 دولار وقد اكتسبت آخر شهرين زخما في الهبوط برغم ذلك فما زالت الأساسيات السوق لعام 2019 التي نبدأ فيها على رغم الانخفاضات الأخيرة ما زالت جيدة نحن نتحدث عن مخزونات عالمية أقل مما كانت عليه في 2017 نذكر نحن من أهم مؤشرات المخزونات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت في عام 2017 عند أكثر من 300 مليون برميل يوميا لمستوى خمس سنوات ماضية نحن الآن نبدأ عند مستوى 37 مليون وهذا جدا ممتاز لأساسيات السوق ولمعرفة تخمة الأسواق نحن بدأنا الآن 2019 وبدأ معه اتفاقية أوبك بلس التي عقدت الشهر الماضي وما تحتاجه الأسواق الآن حقيقة هو معرفة جدية أوبك بلس في تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه اليوم ظهرت تقارير شهر ديسمبر لإنتاج البترول ورأينا أن المملكة خفضت من إنتاجها بأكثر من 400 ألف برميل يوميا أعتقد هذه الرسالة قوية سوف تصل الأسواق على جدية المملكة وهي اللاعب المحور والرئيسي في اتفاقية منظمة أوبك بلس على جديتها في تنفيذ الاتفاق نعم سيد علي العدو مديري دارة الأصول في ضمان استثمار من دبي سيد علي ما هو تقييمك لأسعار النفط قبل اتفاق أوبك خلال السنة الماضية 2018 مثل ما شفنا كان فيه تقلبات كبيرة بأسعار النفط في 2018 وبالنسبة لألنا بالاتفاق اللي صار مع أوبك وشركائهم بالنسبة لألنا هذا شوية يمكن يعطي شوية توازن بأسعار النفط خصوصا أنه في عنا هادوينز منتوقعها بالاقتصاد العالمي نعم وخصوصا أنه عم نطلع بالاحتمالية انخفاض النمو بالصين نعم فهيدا ممكن يأثر بطريقة غير سلبية على أسعار النفط نعم بس بالمجمل منشوف إذا هاته تقلبات يعني بالمقابل منشوف أنه بأوبك وبلس حيقدروا يعادلوا الأسعار وممكن هذا يأثر بشكل إيجابي على الأسعار في 2017 ننتقل لضيفي في لندن سيد ناصر بالعادة إذا صار اتفاقيات يكون يعني هناك ارتفاع في الأسعار جرت العادة وليس يلزامي لماذا لم يتم ارتفاع الأسعار بعد يعني هذا الاتفاق في أوبك رأينا انخفاض بعد الاتفاق رغم أن الاتفاق يبدأ في يناير نعم برأيه بمسارعة أعضاء داخل أوبك وخارجها للبيع والتنافس على الحصص برأيه الآن دخل الاتفاق حيث التنفيذ وبالتالي كما ذكرتم المملكة العربية السعودية برأيه الأسواق سجلت هذا الأمر بأنها أقدمت على الخفض ورصدته سندوق الاستثمار وبالتالي تنتظر الأطراف الأخرى لكن هذا يواجهه برأيي ربما تردد وأحيانا سياسة أمريكية لنقول لا أقول احتيالية لكنها تبغي مصرحة أمريكا أولا بمعنى دعوة أوبك للإنتاج الزائد فيما لا أرى إشارة من القيادة السياسية في الولايات المتحدة لصناعة النفس الأمريكية الآن الولايات المتحدة هي المنتج الأول في العالم وبالتالي لا توجد قيود على إنتاج الشركات الأمريكية اثنين روسية نعم وعدت وبرأي ستكون هناك إبطاء في التنفيذ لكنها عليها ضغط الآن أخلاقي على الأقل نعم من مبادرة المملكة ثلاثة العراق وهو منتج ثاني في أوبك زاد في شهر ديسمبر من 3.3 إلى 3.73 مليون برميل وبالتالي عليه ضغط كان يلتزم إذن هؤلاء اللاعبين الآن أمام المحك عندي الآن زيادة طفيفة لـ 55 دولار لسعر البرميل وبالتالي سياسة المملكة الحكيمة جعلت كل الأطراف وهنا أكيد مبادرة سمو والإعاد كل الأطراف عندها مسؤولية بأن المملكة ليست وأوبك هي على عطيقها حماية الاقتصاد العالمي لها هي جزء من هذا الأمر لكنها حملت روسيا والتسع دول الأخرى وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة عليها عبء كذلك بإعطاء إشارة بعدم إغراق الأسواق لكي تسرق من حصة أوبك في هذا الضطار أريد أن أضيف أنه أمس جاء رئيس برازيلي جديد وبالتالي عندنا بيترو براس شركة نفطية جرى إصلاحها أرى هناك تناغم برازيلي أمريكي وبالتالي لو ترجم في أسواق الطاقة بحكم تشابه أجندة الرئيسين ربما يضع بعض الضغط على أوبك وهنا استشراف للمستقبل برأيه نعم هل سنرى اتفاقية أخرى في أوبك بخفض الإنتاج هناك تباطئ كما نعلم في النمو الاقتصادي العالمي هل سنرى اتفاق آخر لتقليل الإنتاج أنا أرى أن أوبك لن تقوم قريبا بهذا الأمر لأن هذا يعني باختصار خفض إنتاج يعني هي تتحمل العبء فاتورة أعطاء أسهم في السوق لغيرها كما قلت روسيا وحلفائها يجب أن يلتزموا ربما يحصل إذا حصل تراجع كبير في أسعار النفط ربما في إبريل يحصل اجتماع لكن أوبك عودتنا على برودة في التعامل وبالتالي أنا برأيي هذه حكمة حتى لا تتحمل خسارة الفاتورة بنفس الوقت على المدى الطويل أرى توسع شرق آسيوي شركة ميتكو الإندونيسية تقوم بربما استحواز على شركة أوفير التي لها استثمارات في بنجلالج وماليزيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية يعني سوق النفط وسوق الغاز له إطار كبير وشركة بيتروناس الماليزية قامت أو تقوم الآن باستحواز على حقول في كندا في كولومبيا البريطانية الولاية الكندية بأخذ 25% للغاز وأنا أرى أن هذه يعني كل دعاية أن الغاز هو يعني وقود المستقبل هي صحيحة لكن الآن برأي في المدى القصير النفط هو التسابق عليه مهما قيل وبالتالي يبقى دور للمملكة وأوبيك في إنجاح الاتفاق بهذا الأمر وعدم دفع الآخرين لسرقة حصص وبالتالي دفع السعر إلى أقل من 40 دولار سيدر بالولايات المتحدة ويصدر بالآخرين المملكة عند وسادة أمان كبيرة برأيه واضح سيد ناصر سنتحدث أكثر سنتحدث أكثر عن الغاز ولكن سنعود لضيفه في دبي كما شاهدنا يعني الأجوال الجيوسياسية خلال عام 2018 كان هناك تأثير عليها على أسعار نفط هل سنشهد سوق نفط غير متوقع في عام 2019 بسبب الجيوسياسية أيضا على أكيد التأثيرات الجيوسياسية عبتكون عندها تأثيرات كبيرة على أسعار النفط والتزبزب اللي شفناه كمان ديك السنة له كان علاقة قصة منه العاب له علاقة بالمشاكل الجيوسياسية بس مثل ما مبين مثل بداية السنة مبين أنه نحن خصوصاً بالمنطقة عم بيصير فيه تحسن بهالمجال وممكن هذا يأثر بطريقة إيجابية على أسعار النفط وخصوصاً أنه هذا بأثر على اقتصادات الدول المنطقة بشكل إيجابي نعم نعود لضيفي في استوديو لمهندس عماد نفس المحور يعني الظروف الجيوسياسية وكما رأينا في مجموعة العشرين كانت أيضاً الظروف الجيوسياسية مخيمة على مجموعة العشرين رغم أنها يعني الاجتماع الاقتصادي دائماً الجيوسياسية تلعب دور كبير في الأسعار النفط وغيرها أو على السوق الاقتصادي بشكل عام هل سنرى في عام 2019 يعني ضغط جيوسياسي على الأسعار إما بالصعود أو بالنزول كانت الظروف الجيوسياسية هي العامل الرئيسي في عام 2018 لرفع أسعار النفط ونحن نعرف ما مدى الضغوط التي كانت تمارس لقطع الإنتاج النفط الإيراني ومدى تأثيره على الأسواق العالمية نفس هذه الظروف ستتكرر في عام 2019 الآن المهلة لإيران في العفاءات التي أعطيت لتصدير نفطها سوف تنتهي في شهر أبريل كلما اقتربنا من شهر أبريل كلما زادت تلك الضغوط الجيوسياسية وضغط على الأسعار للارتفاع أكثر بسبب تزايد المخاوف من انقطاع النفط الإيراني وأنا أرى حقيقة الآن بهذه الأسعار أن الأجواء أصبحت مناسبة جدا لإخراج المليون ونصف برميل نفط إيراني المتبقية من الإنتاج الإيراني دون أن يكون لها تأثير على الأسواق لا ننسى الأحداث التي تحصل الآن في ليبيا ومحطة النفط شرارة هناك ما زالت مستحلة من أحد الفرق المسلحة وانقطع انتاج النفط الإيراني بقدر 100 إلى 120 ألف برميل يوميا هذه أيضا ساهمت في الانخفاضات وتضغط أيضا في الحداث الجيوسياسية نحن نتذكر نسبة الالتزام دائما في اجتماعات أوبك في عام 2018 كانت أكثر من ما كان متفق عليها 100% وكل ذلك نتيجة الأمور الجيوسياسية والتي أتوقع أنها سوف تبدأ بالظهور بشكل كبير وتضغط أكثر بابتداء من الشهر القادم نعم نعود لضيفي في لندن سيد ناصر كما لاحظنا أن هناك ظروف جيوسياسية أثرت مثلا على العراق على ليبيا عن بلاد المصدر النفط بشكل جيد أيضا تغير الرئيس البرازيلي عندما تستقر مثل هذه الدول كيف يعني في عام 2019 وترجع لما هي عليه كيف ستكون أثرها على النفط هل سيخفض الإنتاج هل سيزيد هل ترى أن الأسعار ستقل بسبب المخزون الأكبر من هذه الدول نعم في 2019 في مؤشرات تدعو للحذر بحكم أن هناك تباطئ في النمو العالمي بسبب الحرب التجارية وبالتالي لأن ننظر ليس فقط للسياسات الحكومية وتقارير الوكالات الدولية هذا جزء من المشهد لكن كلنا ننتظر لمصير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة كيف ستؤثر على الاستهلاك بعد شكوى شركة أبل مثلا للأجهزة الإلكترونية والحواتف بأن تأثير هذه الحرب قد جاء عليها هذا من ناحية القطاع التجاري خسرها خمس بليون دولار في شهر مبيعات شهر ديسمبر أو الربع الأخير من العام مقارنة بالعام الماضي لكن هذه هذا الوضع يا سيد ناظر لمتغير في السياسة الدولية لكن هذه الوضع شوية بين الصين وامريكا يعني الوضع يعني صار هدوء قليلا فيؤثر على الشركات الأمريكية وبالتالي يؤثر في صناعة القرار الأمريكي بعدم هذه فترة التسعين يوم قد تغل يده بعض الشيء وبالتالي لا يذهب يدفع الطرفين برأيي الولايات المتحدة والصين للوصول إلى حل وسط وبالتالي لا يؤثر على الاقتصاد العالمي هذا أمل ولكنه متغير قد يؤثر اثنين مؤشر ثاني هو اقتصاد كوريا الجنوبية تستورد يوميا ثلاث مليون برميل كانت تأخذ من إيران أنا أنتظر إحصائيات حتى أعرف كم عادت لتأخذ من إيران بعد توقف للصفر وصل في يعني آخر أشهر من عام 2018 ضمن الاستثناء الأمريكي نعم بنفس الوقت تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية وهذا أمر مهم بآخر ربع من العام بسبب الحرب التجارية وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران الآن هناك أمر مفصلي بأنه لو الرئيس الأمريكي أعطى إشارة بأنه يريد ربما برأيي يتبع سياسة كما تبعها كوريا الشمالية ضغط أقصى على إيران أملا بحمل إيران لخانة المسؤولية وبالتالي أعطى إشارة اليوم بأنه يرى أن إيران قد تجلس للطاولة وبالتالي كما فعلت كوريا الشمالية بتجميد يعني تجارب الصواريخ وغيرها أستشرف مبادرة أمريكية الآن لدفع إيران لا أقول قص أجنحتها إنما لكابت يعني زرعتها التخريبية في المنطقة العربية والتجارب الصواريخية كي تعود إلى يعني الدول المسؤولة هل ينجح هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أقول أنه سينجح لكنها مخاطرة وبالتالي تترجمه الوكالات الدولية والشركات في أسواق الأسهم والسنالات والنفط وبالتالي نرى التأرجح أن المتغيرات الجيوسياسية تلعب أكثر من السياسات الاقتصادية أو اتفاق أوبيك أو غيره نعم سيد علي كما نعلم أنه هناك عقوبات على إيران بسبب تخريبها في المنطقة بسبب تصرفاتها الحمقاء كثيرا من تصرفات التي قادتها لهذه العقوبات هذه العقوبات ومنها يعني النفط لا تبيع لا تستطيع أن تستثمر أشياء كثيرة لا تستطيع أن يعني أن تفعل فيه في النفط 2019 كيف تستشرفها بدون النفط من إيران سيكون أفضل من المفترض أن يكون إيجابي على سوق النفط العالم مثل ما يعني مثل ما عم نشوف الضغط على إيران عم بظل مكمل خصوصا أنه من خلال من خلال من خلال النفط وعدم قدرت قدرت الاستثمار النفط أو النفط أو البايع النفط طبعا 2009 ما حشوف تغيير كبير خصوصا أنه مثل ما تفضل تفضلت كنا تتحكو بشهر أربع عنا كمان ممكن إعادة إعادة درس درس الأكسبورت سابقا إيران فهذا كله بالنسبة لأينا سيظل يأثر بطريقة غير مباشرة على أسعار النفط نعم مهندس هل مشاكل بين الصين وأمريكا أثرت كثير على سوق النفط بشكل مباشر أو غير مباشر بما أن الصين أكبر مستهلك النفط في العالم هل أثرت هذه رفع الحماية والإجراءات القانونية في الحماية أثرت على سوق النفط نعم أسمحني فقط أعقب على كلام أستاذ ناصر من لندن طرح التساؤل عن واردات كوريا من النفط الإيراني واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني توقفت إلى صفر منذ شهر نوفمبر ورأينا خلال شهر الأخير من العام الماضي إغراءات إيرانية لإعادة كوريا الجنوبية للشراء أشبه بالمجان خلال مبادلة البضائع ولم تستجب كوريا الجنوبية وكذلك الدول المحفاة الثمانية أخرى هي تسير في عملية خفض استرادها من النفط الإيراني استعدادا لأي قرار قد يكون بعد أربعة أشهر الحرب التجارية بين عملاقية تجارة العالمية أمريكا والصين بدون شك هي لها تأثير على النمو الاقتصادي ولها تأثير على النمو النفط العالمي نحن رأينا اليوم إعلان شركة أبل لتفضل الأستاذ ناصر بالحديث عن كيف أثر على الأسواق الأسهم العالمية عندما أعلنت عن خفض توقعاتها في مبيعاتها في الصين من تجاهتها من الآيفون لكن الحرب التجارية في كل حالاتها إذا كان هناك اتفاق مع الصين فمعنى ذلك سوف يكون هناك مزيدا من الصادرات النفط الأمريكية تذهب إلى الصين وذلك سوف يكون على حساب الاستيراد من روسيا ومن المملكة وأن لم يكن هناك اتفاق سوف يكون هناك تأثيرا على النمو الاقتصادي وفي كل الأحوال النمو النفط الطلب على النفط العالمي مستمر في في معدلاته الآن أسوأ التقديرات لنمو النفط العالمي خلال العام 2019 تصل إلى مليون وربعمائة ألف برميل يوميا وهذا رقم جدا يعني كبير يحفظ النمو للنفط خلال سنة 2019 سيد ناصل هل سنشهد تعاون أكبر من الدول المصدر للنفط من خارج أوبك خلال العام القادم أم لحاجة لهم يمكن العام القادم أو لهذا التعاون لا هذا سؤال جوهري نعم أنا أضاعه ليس فقط في الإطار الأخلاقي فقط بحكم أن هناك اتفاق بين أليكسندر نوفاك الروسي وزير الطاقة الروسي وأوبك وبالتالي حركة ناشطة ليس فقط مع أوبيك ناشطة مع الدبلوماسية السعودية روسية تظهر مسئولية لكن لأقول هناك مصلحة روسية في الالتزام بالاتفاق منذ عامين قبل سعود سعر النفط روسية كانت تأنتحت عقوبات دولية ما زال جزء منها موجود الآن أخذت سمار الاتفاق مع المملكة ومع أوبيك بأن خزانتها عندها فائد مالي كذلك عقوبات عن روزنفط الروسية الشركة العملاقة رفعت غربيا هناك حاجة داخلية روسية بأن الصناعة الروسية روسية هي صحيح جبار استراتيجي وعسكري لكنها صناعيا في العالم ليست هي قوة جبارة الصناعة الروسية والمصانع الروسية تريد تحديث وبالتالي تريد سيولة حتى تقوم عملية التحديث بعد فوز الرئيس بوتين بفترة جديدة إذن هناك حاجة روسية اقتصادية لتحديث الاقتصاد عبر فتح الأسواق وفتح الحدود هذا لا يدفعه كيف تتنافس مع أوبيك برأيي بحكم أن عامين من الاتفاق عادت على الروسية بالمنافع اتنين بالنسبة لإيران هناك حوار داخلي داخل أرويخة الحكم في إيران بأخذ الآن مسعى بحكم أن إيران لم ترمي بالاتفاق النووي للآن في سلة المهملات هل تقوم بالحوار مع المملكة المتحدة كما فعلت كوريا شهدنا اضطرابات منذ العام الماضي في إيران العملة العقوبات المالية السارية على إيران أعطي مسل مؤخرا حتى شركة يعني شركات صينية أو غيرها تعرضت العقوبات أمريكية بنك تركي أكبانك 490 مليون دولار عن العقوبات سابقة منذ أربعة أعوام إذن هذه فعالة العقوبات النقدية والمالية تقفع إيران برأيي إذا لم يكن خانة المسئولية إلى خانة الالتزام بضوابط عامة وبالتالي هذا أمر يهم المستحلك الإيراني وبالتالي قد يقوي ساعد يعني لا أقول المعتدلين لكن الجانب الإصلاحي لقى يقوم بخدمة إيران الحقيقية بخدمة رفهية الشعب الإيراني وليس ضرب رفهية الشعب العربي في العواصم العربية نعم أستاذ ناصر لازال يعني كما نعلم من الهند من أكبر مستهلكية النفط في العالم أيضا بإضافة إلى الصين يعني يمكن أن يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة كان من يعني المصدرين لها ويستهلك النفط الإيراني بشكل أكبر وكما نعلم الآن أن هناك عقوبات على إيران ولا تصدل لهم النفط كما كانت هناك اتفاقيات جديدة بين المملكة العربية السعودية والهند هناك اتفاقيات ثانية كيف ترى دخول الهند في سوق النفط بهذه الطريقة هل سيحتاج أكثر دعم من السعودية وغيرها لتغطية يعني صناعات لديها نعم الحين الهند عندها تحدي تنموي بأن مستوى النمو السنة وفي مجمل النتج المحلي 6.7% من ناحية الرقم يوازي الصين لكن من ناحية حاجة الهند التنموية هي لا تستطيع اللي حاق بالصين ربما ب30 سنة حتى مع التحديث فيها سألتني عن النفط نعم إيران حافظت على جزء كبير من صادراتها النفطية إلى الهند مع الآن مؤخرا حسم ربما دولار فاصل عشرة سنت لصادرات لترغيب الهند للحفاظ على أمر معينة لأنه عندها انتاج غزائي وبالتالي مقايضة حتى لو تم عبر معاملات مالية إذن إغراء الهند بحسومات هذا رقم واحد هل تقوم به المملكة والإمارات مثلا والكويت بحسم سعر حصل في الماضي هذا ربما تحدي أما صانع القرار الخليجي المنافسة مع إيران بإعطاء حسومات رقم واحد اتنين لا أحد يستطيع طلب منهم تخفيض نموها السنوي بهذا الإطار لكن لجوء إيران وهنا لأن شركات التأمين الدولية لا تغطي الصادرات التي تجري تحت الطاولة إلى حاملات نفط إيرانية تقفل أجهزة الرصد عبر الأقمار الصناعية كي تصدر إلى الهند بدون رقابة على شركات الهندية والإيرانية هذا أمر يصبح التهريب وبالتالي لا يعطي ثقة إذا حصلت حوادث ولا يغطي الحاجة الفعلية للهند إذا جاءت الاستثناء الأمريكي برأيي لدفع إيران إلى الطاولة لكن يتوجب على الهند أخلاقيا وسياسيا برأيي أن تلتزم أكثر بعد نفاس فترة التصعين يوم إذا لم تجلس إيران كي تكون لاعب مسؤول في الخليج وفي بحر عمان وفي الشرق الأوسط إن هناك مسؤولية على الهند برأيه وصنع القرار العربي بقدرته أن يترجمها لتغيير في سياسة هندية ولو كان ضئيلا لحملها للضغط على إيران كي تكون أكثر مسؤولية نعم سيد ناصر نعود للمهندس عماد كيف نكسب الهند بطريقة وبخرى لازالت إيران تتراوى وتلعب بأوراقها للحفاظ على صادرات النفطية للهند الهند يأتيها إغراءات كبيرة يمكن لا تستطيع بقاومتها في بعض الأخبار وصلت أنهم يستطيعون الشراء بعملتهم وليس بالدولار وهذه تسهيلات كبيرة جدا للهند من إيران أنا أعرف أنها مراوغة أنها تعدية على العقوبات ولا نستطيع إجبار الهند على هذه العقوبات أن تلتزم بها فالالتزام هذا شيء قانوني بين الدول ولكن ما هو دورنا في الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية رأينا أيضا الأمير محمد سلمان لقاء أبي يعني بالرئيس الهندي في مجموعة العشرين لعلها مبادرة تكون جيدة ولكن هل هناك توصيات أكثر لإغراء الهند ومحاولة من الضمام الدولي نعم أولا علينا أن نعرف الآن الداخل الهندي الهند الآن تشهد نموا كبيرا في الطلب على النفط وهي من أكثر الدول والصين في طلبا على النفط إضافة إلى ذلك الهند تعاني من ارتفاع الدولار ومن ارتفاع الفائدة الأمريكية أربع مرات خلال عام 2018 ارتفعت فيها المحروقات الداخلية البنزين والديزل إلى أرقام قياسية في الهند فهي تحت هذا الضغط طبعا الهند هي كانت أحد الدول الثمان للإعفاءات الأمريكية لاستيراد النفط الإيراني والهند هي من أقل الدول الآن كانت تخفيضا لاستيراد النفط الإيراني خفضت استيرادها 20% لكن دعنا نتذكر أن الاتفاقيات السابقة ما بين الهند وإيران في نموذج العقوبات السابقة بتبادل النفط مقابل الغذاء هذه لم تحل الإشكالات المالية إلا بعد مرور أكثر من خمسة إلى ستة أعوام حتى تم حلها إيران تكابر طبعا في تحملها للعقوبات والأستاذ ناصر حقيقة هو يتكلم عن نبض السوق الداخلي الكل يتساءل هذه الأسئلة لكن فقط نقطة عندما ذكر أن هناك جناح إصلاحي في إيران أصبح العالم تجاوز النقطة أن في إيران جناح إصلاحي وجناح راديكيلي وأصبح يتعامل معه كدولة واحدة مسؤولة عن تصرفاتها ولا يوجد هناك جناحين مختلفين شكرا لك مهندس عمد الرمال كاتب اقتصادي وأمان المختص أيضا في الطاقة والنفط أيضا كما نشكر عبر الأكمال الصناعية من دبي الأستاذ علي العدو مدير إدارة الأصول في ضمان الاستثمار شكرا جزيلا لك وأيضا نشكر ضيفنا الكريم من لندن ناصر قلاون قبير في شؤون الطاقة شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام ننتقل إلى موضوع الثاني عن البطالة في المملكة العربية السعودية شهد العام المنصر من فين وثمانية عشر ارتفاع معدل البطالة في المملكة لدى المواطنين حيث بلغت نسبة معدل البطالة اثنى عشر فاصلة تسعة من المئة بحسب أرقام هيئة الاحصاء العامة وتسعى الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع نتابع معكم هذا التقرير الذي يحوي الكثير من الألقاب ثم نعود لكم البطالة لهاجس الأساسي والمعضل الأكبر في الاقتصاد السعودي وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد استقر معدل البطالة بين المواطنين عند اثنى عشر فاصل تسعة عشر في المئة وجاء توزيع معدل البطالة على الذكور المواطنين بنسبة سبعة فاصل ستة عشر في المئة وتمثل هذه النسبة ما يقارب ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف عاطل وما يقارب أربعمائة وستوى عشرين ألف مواطنة عاطلة عن العمل أي بمعدل الثلاثين بالمئة ليصبح جموع العاطلين سبعمائة واثنين وسبعين ألف مواطن عاطل عن العمل وعلى مستوى توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي فقد شكل حملة الشهادات الجامعية فأعلى نحو ثنين وخمسين فاصل خمسة عشر في المئة من إجمال العاطلين ووصل معدل البطالة لهذه الشريحة من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى إلى سبعة عشر فاصل عشران في المئة وسعت الجهات الحكومية جاهدة على حل أزمة البطالة من خلال برامج التوطين وخطط واستراتيجيات لتحفيز وإشراك القطاع الخاص في المساهمة للقضاء على البطالة وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إن معدل البطالة سيبدأ في انخفاض بدءا من عام 2019 حتى يصل إلى 7% في عام 2030 على النحو المستهدفة في رؤية عام 2030 وأعلنت وزاة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف توفير مليون مئة ألف فرصة عمل بحلو العام 2022 في إطار خطتها لخفض معدل البطالة إلى 9% وفي المقابل وصل حجم الانخفاض في أعداد العمل الوافدة خلال الربع الأول لعام 2018 مقارنة بالربع الأول لعام 2017 إلى نحو 716 ألف مئة عامل وافد غادر سوق العمل ويبقى التساؤل كيف يمكن حل مشكلة البطالة وهل نحن بحاجة إلى استحداث الكثير من الوظائف أهلا بكم مشاهدة الكلام مرة أخرى وللحديث أكثر عن البطالة المملكة العربية السعودية مع عبارة الأقمار الصناعية دكتور محمد الشليخي خبير نقل التقنية والتوطيني ومستشار سابق بوزارة العمل أهلا ومرحبا بك دكتور محمد حيك الله بداية الرقم 12.9 صراحة مزعج جدا لأي دولة الرسمة مرتفعة ما يقارب 13% هذا الموضوع مؤرق لنا حتى كإعلاميين نريد الحلول الكثيرة وأيضا هناك جهود من وزارة العمل لمحاولة الحد من هذا الرقم أو يعني النزول فيه رؤية 2030 يعني هدفها أن يصل 7% بمشاة الله ولكن أولا هل لدينا مفهوم حقيقي للبطالة في المملكة العربية السعودية ما معنى البطالة بمعناها الحقيقي وفي بطالة يعني في ناس يرون البطالة ثقافة ثانية يعني من ليس لديه وظيفة حكومية فهو عاطل عن العمل فعرفنا أولا ما هي البطالة بشكل حقيقي سعد الله مساءكم وشكر لكم لصدافة وحقيقة البطالة هي تعتبر عند المتخصصين إما يكون تكون هذه البطالة منجم ذهب للدولة أو يكون كالبركان البطالة حقيقة هي التوقف عن العمل بالنسبة للعاطل لكن لا أنا متأكد تعريفها عند الهيئة الإحصاء عندما أظهرت الإحصائيات هل تعني فيها هو ما عنده دخل شهري أو إذا كان مثلا يعمل مع أسرته أو لكن من غير راتب هل هو يعتبر عاطب هذا عندي كثير من تساؤلات حول الإحصائيات بهذا الجانب نعم واضح البطالة أخي العزيز هي حقيقة البطالة هي تعتبر عند المتخصين منجم ذهب لتحقيق التنمية المستدامة نعم إحنا طبعا كل دولة من الدول لها نوعية بطالتها تختلف إحنا بالسعودية البطالة عندنا حقيقة هم ذهب جاهزين لتحقيق التنمية المستدامة كيف؟ إن الغالبية العظمى يعني يحصل على درجات علمية عالية نعم يعني قبل شوية ذكرته 50% أنا عندي معلومات إن الثانوية العامة فأكثر أكثر من 90% فهذه تقيسها بين دول العالم تجدها إحنا نمكن من الدول المتقدمة في بين الدول اللي بستوياتهم العلمية مرتفعة والدولة أنفقت كثير على شبابها وبناتها حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من العلم وحتى إن الآن لله الحمد كثير من المشاكل اللي صارت يمين الدولة ويسارها تجد الشعب ما زال واعي وحريص وعارف وين المصلحة وين هي بالتماسك والتكاتف بين الجميع لهذا نجد أن المستويات العلمية المرتفعة بين الشباب والشبات يجب أن يستثمر لخلق التنمية المستدامة طيب لماذا هذا الارتفاع رغم أن المملكة العربية السعودية تعيش أحسن أوضاعها من عام يعني من عهد الملك عبدالله رحمة الله عليه ثم أتى الملك سلمان هناك مشاريع كثيرة هناك بنية تحتية كثيرة هناك استثمارات كثيرة المفترض أنها تفتح لنا كثير من الوظائف المئات من الوظائف لماذا ارتفعت بهذه الطريقة صحيح هو طبعا طبيعي جدا أنها ترتفع ليش؟ لأولا لأن عندك حوالي 400 ألف طالب وطالبة يتخرجون من الثانوية العامة وبعضهم يتجه الجامعة ويكون خرجين الجامعة حوالي 200 ألف أو أكثر وبعضهم يتجه إلى قطاعات أخرى أو القطاع الخاصة لكن عودا إلى سؤالك أنا بيقول بشكل عام المشكلة عندنا ليست في يعني مشكلة البطالة أخي في عدم معرفة الجهة المتسببة وليس في توفر جهات معينة المشكلة في البطالة ليست في المشكلة البطالة تقع في عدم وجود خارط الطريق وليس في رؤية المملكة المشكلة في البطالة عدم المشكلة في البطالة في الفقر الإداري في الفقر الإداري حقيقة وليس في نقص الكفاءات إحنا الآن عندنا عدد مهول جدا من الشباب والشابات على درجة علمية عالية وهذولا كنز كنز حقيقي يجب أن يستثمر نعم السبب الرئيسي وكل وضوح هو يقمع أو يقع تحت وبين قوسين في نقر التقنية والتوطين نعم كيف النقر التقنية والتوطين لأن لأن الجهات الموجودة في كل دول العالم أي دولة متقدمة وصناعية تجد الجهة المسؤولة عن خلق فرص العمل هي الجهة المسؤولة عن نقر التقنية نعم نحن بالسعودية من المسؤولة عن نقر التقنية هي تدريب التقنية والمهني أعطيك مثال يعني كمثال بسيط عشان يفهم الموضوع او شخصة بالنقلة التقنية نعم الان عندنا التدريب التقني والمهني فيه اللي هو تخصص اسمه نسيج على فضل يعني كوريا الجنوبية بدأت بالنسيج بصناعة النسيج وانتهت في صناعة السيارات احنا التدريب التقني والمهني عنده تخصص اسمه نسيج لكن هالتخصص هذا النسيج لا ما عندهم اي مادة نعم في صناعة النسيج عندهم المواد تقوم على الخياطة ممتاز دكتور فبالتالي احنا لو يعني يفترض ان نعلم الشاب والشاب النسيج كيف نعم سوف نتحدث اكثر عن التخصصات لكن لدينا اتصال من الستاذ بندر السفير مستشار موارد بشرية اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا فيك اخي الكريم احييك وحيي ضيوفك الكرام والستاذ المشاهدين اهلا وسهلا فيك بما انك متخصص في الموارد بشرية هل يعني ينقصنا كفاءات ليعني وجود وظائف لهؤلاء الشباب هل الشباب لديهم نقص في الكفاءة اه بالبداية يعني كنقص في الكفاءة اظن ان الشباب من الجنسين السعوديين ممكن يعني نظاهي فيهم دول متقدمة جدا في العالم كان كانية حدث اصلاحات هيكلية في 2017 للاقتصاد 2017 و2018 لم تكن مستهدفة في 2018 في خفض مستويات البطالة للمتابع لبرامج التحول الوطني نعم اه كل التوقعات تشير الى ان 2019 تبدأ نسبة البطالة في الانخفاض تدريجيا وكذلك سمولي العهد في حديث له فالاجابة ككفاءات لا ينقصنا كفاءات اه تنقص مواكبة التغييرات من ناحية الخصات الدراسية وهذا دور مهم وحيوي لوزارة التالية واضح ساذ بندر داما ما عندنا نقص في الكفاءة لماذا لا يزال القطاع الخاص متخوف من يعني السعوديين بما ان عندهم الكفاءة لديهم القدرة لديهم الالتزام لماذا لا يزال القطاع الخاص متخوف ويعني متمسق اكثر بالاجنبي رغم ان الاجنبي يمكن يكلفها اكثر من السعودي هو لا في شك طبعا التكلفة هذه تغيب عن اذهام كثير من رجال الاعمال ويعتقل من راتب بما انه اقل فهي تكلفة اقل وهي لا طبعا تكلفة في احيان كثيرة اعلى من تكلفة السعودي طبعا اللي حدث في 2017 و18 ضغط على كثير من منشآت القطاع الخاص فاضطرت لتسريح اعدات كبيرة جدا حتى تتماسك او تعيد توازنها اضافة لذلك لازم ننتبه لشيء مهم جدا وهو النمو السكاني واعداد الخريجين وايضا المبتعثين ليضغط على نسب البطالة كل سنة طبعا 2019 قد نرى مستوى توظيف بشكل اعلى لكن ما يدعم ذلك او اللي كان اعتقد سبب رئيسي اضافة لاصلاحات اللي حدثت هو تغيير دور صندوق تنمية الموارد البشرية اي شركة مستعدة توظف سعوديين لكن ادعم بتكلفتها وايضا اهل السعودي هذا بشكل جيد نعم كان معنا الاستاذ بندر السفير المستشار موارد البشرية شكرا جزيلا لك نعود لضيفي من عرعر دكتور محمد الشليخي لا زال القطاع الخاص كما سألنا ضيفنا الاول متخوف من يعني الشاب السعودي رغم ان هناك كفاءات الكل يشهد الكفاءة حتى وزير العمل يعني هناك اشهد كثيرة بيعني الشباب السعوديين سواء بنات او اولاد لماذا هذا التخوف رغم ان الشاب السعودي ملتزم ضاد كفاءة اوفر له حتى في التكاليف هذا الامر اللي ما نعارف هالرجال الاعمال لازال غايب عنهم انها اوفر له وافضل ولا هناك مزايا لازالت في الاجنبي مهي في السعودي انا ودي صراحة نبتعد عن الجانب اللوم القطاع الخاص اخي القطاع الخاص 80% من وظائفه رواتبها 3000 ريال فاقل يا اخي العزيز الان رؤية المملكة دعت لخلق فرص العمل خلق فرص العمل ليس مقصود فيها السعودة الموجود ان تلوم من اجل يعني الحين هم المعنيين بالتوظيف لخلق فرص العمل لكن هم المعنيين بالتوظيف الان القطاع الحكومي لا يستطيع التوظيف باستمرار لا لا اسمح لي اسمح لي خلي انا ما انا ما انا ما انا ما قلت القطاع القطاع الخاص معني انا انا ولا قلت الجهات الحكومية نهاية توظفهم لا انا اقول ابحث عن خلق فرص عمل جديدة في سوق جديد الان انك الان تبحث عن سعودة الوظائف الموجودة في مثلا في المولاة وغيرها هذه وظيفها بسيطة احنا نتكلم عن شيء استراتيجي كبير اللي هو يا اخي التنمية المستدامة ايش تعني هي عن نزرع ونصنع يعني هل معقولة ان الى متى وإحنا مثلا يعني الجهة الجهة المسؤولة عن الامور هذه كلها ما تشارك في وتواكب رؤية المملكة اذا احنا سحبنا الجهة المسؤولة عن الصناعة ووقحمناها بالموضوع تعالي ادي دورك هنا تأتي خلق فرص العمل نعم خلق فرص العمل ليس حتى الان غير موجود هو سعودة الموجود السعودة هذه انت تتكلم على رواتب 3000 ريال فاقل يعني كيف تبغى تجيب يعني شخص توظفه ب3000 ريال وصاحب المنشأة مسكين ما يقدر ادفع يمكن 5000 ريال بتخسره لكن يا دكتور خلق فرص العمل الموضوع يجب ان ناقف خلني كمل الجملة بس كرما اللي بقى اقوله بالضبط السوق القطاع الخاص لا يحتاج لا مال هو يحتاج الى خارط الطريق لا يحتاج انك تدعم يعني من خلال موارد البشرية للشركات والقطاع الخاص هذا اكبر خطأ نعم السوق يجب بوزارة العمل وترى حتى وزارة البلدية لها دور اساسي بالموضوع يعني وزارة البلديات ووزارة العمل وزارة تجارة هذولا من اكبر الجهات مساعدة للعمود الفقري العمود الفقري هو تدريب التقني والمهني اذا نامت تدريب التقني والمهني عن خلق فرصة العمل الاجنحة البقية ما تعدي دورها لا وزارة البلديات انا اكلمك كشخص مختص واعرف ماذا يعني وزارة البلديات وزارة التجارة وزارة العمل هذه كلها مساعدة العمود الفقري اللي هو تدريب التقني والمهني نعم هو المعني بنقرة تقنية نقرة تقنية هي اللي تخلق فرصة العمل وليس انك تاخذ سؤال اخير مؤيد يعني كثيرا لتوطين وانما خلق فرص جديدة عملية لهذول الشباب ولكن انا لدي الآن اقتصاء يعني لدي يعني قطاع خاص وريد نستثمر فيه ولكن الوظائف الجديدة يريد مشاريع جديدة تأخذ وقت علشان نوظف فيها وهذه موجودة والله الحم ولكن لدي سوق الآن موجود فيه وظائف يعني استعودين كفاءة يستطيعون العمل فيها وباختصار الله اتكرم يا اخي شوف انا جاوبك بكل بساطة الآن اذا انك انت الآن خدت يعني مثلا الوافدين الآن موجودين برواتب 3000 الاقل وهي رواتب هم عددهم من نسبة 80% من السوق نعم يظل الشباب يظل الشباب يكون حتى لو سعودت القطاعات هذه يظل الجانب الاقتصادي والحوالات الخارجية تستمر ليش لانك كل البضاعة يعني يأتونها من الخارج حتى الآن القروض اللي تدعم نعم حتى القروض تدعم الشباب القطاع الخاص هي قروض على كأنهم مسوقين صناعات الخارجية والاستيراد نعم اللي بشكل المواضح ومختصر خلق فرص العمل هذا هو المطلوب الجديد وليس السعودة وضحت الرسالة يجب ان وزارة العمل لا تدخل في مجال ليس مجالها شكرا ده دخلت واقعة نفسها في موضوع ليس من شأنها اللي هو التوطين نعم التوطين مسؤولية تنقل تدريب التقليل المهني هي مسؤولية وزارة العمل مع البلديات مع التجارة هي تنظيم السوق وخصخصة أو ترتيب الشركات تصنف الولائف هذه هذه وضع السياسات خلق فرص العمل هي مسؤولة دكتور محمد شكرا لك وضحت الرسالة شكرا جزيلا لك كان معنا من عارو الدكتور محمد الشليخي خبير ناقل التقنية والتوطين ومستشار سابق وزارة العمل مشاهدين الكرام نصلوا إياكم نهاية حلقتنا اليوم نلتقي بكم بإذن الله يوم الأحد في نفس الزمان والمكان لمواضيع اقتصادية أخرى بمشاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة